كل الشكر لسيادة السفير سفيرنا المتواجد دلوقتي في الكونغو سفيرنا المصري وتعالوا كمان نشوف فهو السيادة السفير قال ايه عن استعداداته والشغل اللي كان قبل المباراة و أثناء المباراة كمان يطمننا على بعستنا في النادي الأهلي نشوف لقاء سفيرنا المصري في الكونغو أولا أهلا وسهلا بيكو نورتونا في الكونغو زي ما سيادتك عارف كان فيه وفد مقدمة موجود من السفارة من يوم الثلاث قبل وصول العيبة والوفد الإداري وحرصنا أن احنا من الأول يوم أن نكون متابعين مع الجهات الكونغولية ومع النادي بقدر مستطاع أن تكون الإقامة والجزء اللوجستي يتم متابعته بشكل يعني دقيق ويعني الإجراءات تمت بشكل مقابول في الأول وحرصنا أن احنا نزود شوية في الاتصالات عشان الجزء الخاص بالتأمين يكون على وجه المطلوبة الملائم وزي ما سيادتك عارف بكرة إن شاء الله المطش فيه اهتمام كبير من الدولة الكونغولية أن طبعا وجود النادي الأهلي في الكونغو ده حدث كبير طبعا في الدور قبل النهائي ونادي مازنبي هو النادي الأكبر والأشهر في الكونغو فالمطش مسمع مش بس سفر مباشي في جونجو كلها يعني وناتمنى التوفيق بإذن الله لنادي الأهلي بكرة وربنا يا وفقنا بإذن الله يمكن للأهلي خاطب تحديد أفريق مبارح طلب إنه هو تسهيل حركة المرور تحسبا لتأخر البعثة هل نعرف إجراءات اللي تمت في هذا الشأن تمام يا فندم طبعا بعد الحديث اللي دار مع رئيس الوفد وتواصل السفارة قامت بانتصاراتها من ناحيتها وزي ما سيادتك لحس النهاردة الحمد لله تم زيادة وتجديد الإجراءات الأمنية والتواجد الأمني زي ما حاجب برضو لمست كان أكتر من إمبارح وكان واضح برضو في طريق تحرقنا من الفندق للأستاد وإن شاء الله برضو إحنا مكملين وعلى مسألة التأمين بكرة اللي طبعا ده جزء مهم لاغنا عنه وربنا يكرم بإذن الله هل فيه ترتبات معينة لمبارات بكرة حيث خط السير أو زيادة التأمين خاصة أنه فيه عداد جمهرية كتيرة؟ أبو سفاندم هي الدولة كونجولية على علم بأهمية المطشدة وطبعا أهمية تأمينه للخروج بيه بالشكل الأكمل فإن شاء الله الطريق نفسه هيكون مؤمن بالشكل الملائم بإذن الله الإستاد نفسه عشان زي ما حاج شايف هو إستاد المدرجات قريبة جدا من الأرض الملعب فبرضو التأمين ده هيكون إن شاء الله على المستوى المطلوب ويعني برضو تاني إن شاء الله ربنا يكرم الأمور فيه جلسات سنائية مع الدكتور محمد شاوي رئيس بعث الأهلي في الفندق وهنا هل كان محور الحديث بيتعلق بالإجراءات الأمنية والترتيبات اليوم الورا؟ أكيد طبعا يعني إحنا كنا بنتناقش وانا على تواصل مع الدكتور محمد حتى ترفوننا من أيام قبل ما ييجي في القاهرة وكابتن سامير طبعا وإحنا بنحاول إحنا دايما نتعامل مع مشاغل الوفد ودكتور محمد وبنتعاون مع الجانب الكونجولي لتسليل كافة العقبات أو إن لو فيه يعني أي استفسارات أو أي إضافات ممكن نجؤوم بيها بنعملها يعني هو لأمنيتي إن شاء الله للنادي الأهلي يكسب بإذن الله إن شاء الله